اتفاع في حصيلة الوفاية والإصابات ونسبة الفحوص الإيجابية تلك أبرز مؤشرات جائحة كورونا في الأردن اليوم مقارنة مع يوم أمس فقد سجل الأردن 31 وفاة و 17 550 إصابة جديدة بفيروس كورونا وبعد إجراء أكثر من 65 ألف فحص مخبري وصلت نسبة الإيجابية منها إلى 26.19% تقريبا وبلغ عدد الحالات النشطة 189.827 وعدد الحالات في المستشفيات وصل إلى 1251 وفي إحصائيات برنامج التطعيم الوطني وصل عدد المسجلين على المنصة حتى الآن إلى نحو 4.903.000 شخص وبلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح نحو 4.639.000 مقابل نحو 4.305.000 تلقوا الجرعة الثانية قال وزير الصحة الأسباق الدكتور سعد الخرابش أنه من المبكر الحديث عن إلغاء الإجراءات المتعلقة بوباء كورونا وبيّن الخرابش في حديث لرؤية أن على الحكومة العمل على ترشيد الإجراءات المتعلقة بالوباء إذا كان الهدف من التدرج بالرفع الإجراءات أنه نعود كما لو كان لا يوجد هناك وضاء أنا أعتقد هذا الكلام مبكر عليه كثير أما إذا كان المقصود تخفيف بعض الإجراءات بمعنى الترشيد وتخفيف إجراء الفحوصات اليومية اللي عماننا بنصرف عليها الملايين بمعنى الفحوصات العشوائية اللي بنفحص كل يوم بما يكلفنا يمكن أكثر من نص مليون دينار يوميا هذا أنا أعتقد أنا الأوان للتوقف عنه شهدت قبة البرلمان اليوم طرح ملفات وقضايا تتعلق بالأوضاع المعيشية والسياسية في كلمات النواب خلال ردهم على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022 ورد البارحة فيديو من ابن الشهيد البطل معاذ الحويطات يشكي ذيق الحال وحاله كما هي حال جميع أبناء الشهداء يستنجد بالحكومة ويستنجد بجلالة الملك ألتمس توجيه الحكومة للنظر في حالهم والنظر في ذيق حالهم ومراعاة ظروفهم وتزويدهم بما يحتاجون أقف أمامكم اليوم لأنقل لكم بأمانة ما قرأته في عيون أطفالنا وشبابنا وشيوخنا وبناتنا فهم يقولون لكم أننا لم نعد قادرين على تحمل مزيد من التجارب والاختبارات والشعارات المزيفة وأنهم باتوا يلمسون بأنهم في ظل دولة الرخوة غير قادرة على تأمين سبل العيش الكريم لأبنائها فحقهم في العمل المفقود وحقهم بالصحة منقوص وحقهم بالتعليم عليه علامات استفهام كثيرة إن الشعب الأردني ساكت على القهر والفقر والجوع ليس لأنه شعب ضعيف ولكن لأنه شعب يحبوا الترابة هذا الوطن ويحبوا مليكه ويعلم بأن قوة هذه البلد بقوة جلالة الملك وليس كما يقال عنه أن الشعب الأردني ذاكرته وذاكرت سمك ينسب سرعة لا ما بنسى ما بنسى الشعب الأردني دولة الرئيس لليوم في عنا حارات وفيها بتكون عمارة فيها خمس شقق وست شقق عايشين على ساعة كهرباء ومي واحدة بحاسبوا بالشهر فاتورة عالية جدا إيصال الخدمات فعلا بدنا شيء يخفف الاحتقان بين الناس شيء يعني بيبسط الناس أنه فعلا الحكومة بتشتغل للمواطنين والله هذا الشيء والله يهم كبير دولة الرئيس حي الطفائلة ليس للبيع أكرر حي الطفائلة ليس للبيع كل أبناء حي الطفائلة مع التنظيم ولكنهم جميعا ضد التفريق تتغنى الحكومة بالأمن والأمان وهي تسلم أمنا المائي ليد عدو صهيوني يستهدف وجود الأردن لا بل فإن الأردن يزود الكيان الصهيوني بأربع مليون وثمانمائة متر مكعب من المياه من أراضي الغمر وهذه في الإجابة التي وردت في السؤال الذي وجهته للحكومة أصدرت محكمة بداية أعمان قرارا بوضع ثلاثة أشخاص بالأشغال المؤقتة في قضية فساد تورط بها منهم موظف حكومي وأدانت الهيئة السابعة المختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى المحكمة الأشخاص الثلاثة بتهمتي الفساد والتزوير وضمن القرار المدانين الثلاثة مبلغ 45 ألف دينار وهو قيمة الضرر الذي لحق بالخزينة العامة بسبب مخالفة القانون والتشريعات النظمة للعمل ووفقا لتفاصيل القضية فإن كشف خيوط القضية تم بعد أن قام موظف في مدرية تابعة لإحدى الوزارات بجولة تفتيشية للتدقيق على عشر معاملات للحصول على تصاريح عمل وتبين وجود نقص بالوثائق التي يجب إرفاقها مع المعاملات وذكر القرار أن المؤسسات التي تريد الحصول على تصاريح عمل مبنية على نظام العمالة الوافدة مرة واحدة تمكنت بمساعدة الموظف الحكومي من أخذ أكثر من 105 تصاريح عمل لعمالة وافدة بدل المرة الواحدة بشكل مخالف لنظام إنشائها وأدينا الموظف بجناية التزوير المعنوي في أوراق رسمية وحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وجرم بالإهمال بواجباته الوظيفية في حين جرمت المحكمة أيضا مفوضان عن المؤسسات بجناية التدخل بالتزوير المعنوي وحكمت على كل منهما بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وتضمينهما قيمة الأضرار التي لحقت بالخزينة بقيمة 45,554 دينارا إيجاد حلول لمشكلة الفقر والبطالة وتوفير الخدمات الأساسية واستغلال الموارد المتاحة في المحافظة أبرز المطالب التي وضعها أهالي الطفيلة أمام رئيس الدوان الملكي الهاشمي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك عبد الله الثاني يوسف العيسوي وخلال زيارته لمحافظة الطفيلة تفقد العيسوي عددا من المشاريع التنموية والخدمية واطلع على نسبة الإنجاز فيها حيث وزارة مشروع الصالة الرياضية في لواء بصيرة والمركز النهارية لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بالإضافة إلى 18 وحدة سكنية أقيمت بتوجيهات ملكية للأسر العفيفة في منطقة سيل الحسى جميع الطلبات اللي حكوها الإخوان الكرام أو الخوات هي سجلت من فريق الديوان الملكي وإن شاء الله ستدرس الدراسة بعناية فائقة وإن شاء الله ستضم إلى أي مبادرة ستتم في محافظة الطفيلة ونحن في خدمتكم أبدا وأبدا الديوان الملكي الهاشمي بتوجيهات جلسين مفتوح لكل شخص الناس اللي طلبت إخواني أو خواتي طلبين المقابلة ستتم المقابلة في الديوان الملكي وأي شخص بنده يجي بس تليفون صغير لا الإخوان أنا بكتب الرئيس وإحنا دائما حتى جمعة وسبت وإلاعيات إحنا قاعدين نداوم على أساس ما نخلي أي شخص بطلبه قابلة نقول له مؤجد ضمن الاحتفالات بعيد ميلادي صاحب الجلالة الملك عبدالله ثاني بن الحسين المعظم نظم ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني الثقافية والخيرية والاجتماعية حفلا وطنيا على مسرح مركز إربدة الثقافي واجتمر الحفل على كلمات تناولت جهود جلالة الملك والإنجازات التي تحققت في عهده والدعم الذي تحظى به مؤسسات المجتمع المدني من جلالته احتفالنا اليوم طبعا هي باحتفاليات المملكة طبعا بعيد ميلاد جلالة سيدنا أطال الله بعمره إن شاء الله نتمنى له العمر المديد بإذن الله ويحفظ ربنا ويحفظها الوطن جمعيتنا طبعا بمركز الثقافي بإربدة مركز الثقافي لم يقارب عشر جمعيات اتشاركنا واطلعنا بهالإحتفال احنا مجموعة من ائتلاف الجمعيات الخيرية والثقافية عمنا بإحتفال بمناسبة عميلاد جلالة الملك وبيصادف كمان دخول المؤوية الثانية للدولة هذا احتفال تم بائتلاف منظمات المجتمع المدني برعاية مجلس عشائر توباس ونرفع في التهنئة والتبريك لجلالة سيد البلاد بإيد ميلاد الميمون وإن شاء الله أنه بنعاد علينا وعلى الوطن بالخير وبالبركة دائما بالتزامن مع انتخابات مجالس البلديات ومجالس المحافظات أطلق وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعيطة فعاليات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بالشراكة مع مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان ومؤسسة هانز آيدل ألمانية وبحضور عدد من الشباب والشبات كممثلين عن محافظات المملكة كافة وقال المعيطة أنه كلما كانت نسب المشاركة والإقبال على الانتخابات أعلى كلما كانت مخرجات العملية الانتخابية أفضل وأكثر قربا من هموم الناس واحتياجاتهم من خلال انتخاب مجالس تمثلهم الحياة السياسية النيابية أصبحت لأول مرة أعد للدستور قبل أسبوعين وصدر في الجريدة الرسمية وأصبح سن المرشح لا الحد الأدنى لا الانتخابات النياب لمجلس النواب هو 25 عام هذا بحط على عاتقه أعباء أيضا على الشباب لأنه خلينا نحترف أنه لا يكفي فقط أن نحط القوانين بديكون كدور ولا يكفي أنه نحن نحكي كشباب أنه لا يعمل بكتمثلونه التمثيل بديكون عن طريقه عن طريق العمل ما في شيء مضمون هجوم لحيوانات ضالة أسفر عن نفوق 23 رأسا من الأغنام في محافظة الزرقاء المواطن رياض الخلاي لمالك الحضير قال لرؤية أن هذه الكلاب الضالة والذئابة جردته من مصدر رزقه الوحيد رغم الشكاوى الكثيرة التي قدمت للبلدية للتخلص من هذه الحيوانات دون جدوى وعبر مواطنون ومالكوا أغنام عن مكاوفهم من تجدد هجوم الحيوانات المفترسة خاصة على الأطفال مع قرب عودة الطلاب إلى المدارس أنا من خايف على حلال خايف على عيال عيال اللي هم عيالي والله خايف عليهم ورحنا على البلدية اشتكينا ثلاث مرات يقول لك احنا ما ندخل وراتب فيه ويعلم الله والبلدية لا أحد يستقبلنا مشكلتنا احنا بلغنا البلدية ثلاث مرات رحنا عليهم البلدية رحنا عليهم ثلاث مرات قلناهم فيه ذيب فيه كلاب ضالة ونقول والله جاءنا أمر ممنوع نطخن لأنه نقول لك جاي من فوق أنه إيش حماية الحيوانات المفترسة يحموهم وبلغناهم قلنا فيه ذياب تهجبنا على حلال أول مرة وثاني مرة ثلاث مرة ما أخذوا بالأمر شيء فيه أمر بعدم البلدية أو الجهات الأمنية قاتل هاي الكلاب والوحوش فإحنا مشكلتنا كمان مش الله يعوض عليه وإن شاء الله ربنا يعوض عليه ويرزقه إحنا مشكلتنا أنه فيه أطفال وفيه نساء وفيه شيوخ كبار سن يطلعوا على الجامع الفجر وهاي الكلاب صارت بأعداد كبيرة ابتكر استشاري قسطرة الدماغ والعمود الفقرية الدكتور خالد زايد العلاوني في مستشفى الملك المؤسس طريقة علاجية للتشوه الدموي وتمثل الابتكار في علاج طفل يعاني من التشوه الدموي أدخل إلى المستشفى وهذا الإنجاز العالمي الجديد تم لأتراف به ونشره في أرقى المجلات العالمية نتابع الإنجاز الطبي الآخير تمثل باعتراف المجلة الأمريكية اندوفاسكولار تيرابي وهي أفضل مجلة في مجال القسطرة بابتكار تقنية حديثة علاجية لعلاج تشوه دموي يدعى ناصور دموي مباشر ما بين الأورد والشرايين في الدماغ الحالي كانت لطفل يبلغ من العمر في وقته عشر سنوات قادما من إحدى دول الجوار هذا الناصور كان عبارة عن ورم نابض خارج من جمجمة الرأس الطرق الكلاسيكية والتقريدية لم تكن تجد نفعا خاصة أن الطفل يكبر مع الوقت استحدثنا تقنية باستخدام مادة جديدة اسمها الدعامة الانغلاقية وقد تم تسميتها من قبلنا في المجلة بالدعامة الانغلاقية الدماغية واعترفت المجلة بالابتكار الأردني لهذه التقنية وتابعنا المريض لفترة طويلة بلغت حوالي ست سنوات وتأكدنا من اختفاء هذا التشوه بشكل نهائي تعتبر التشوهات على نوعين تشوهات مكتسبة تحدث نتيجة التعرض لحوادث معينة أو نتيجة وجود بعض الأمراض وبعضها يأتي خلقي مع الولادة خطورة تكمن في حدوث نزيف دماغي بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى الوفاء وبعض المرضى كان يعانوا أيضا من وجود تشنجات متكررة التقنيات التي ابتكرناها أدت إلى إحداث نجاح بنسبة عالية في المرضى وأيضا توفير الكثير من المواد المستخدمة وأيضا الوقت والخطورة بعد إحدى عشرة محاولة تمكن الشاب علي من اجتياز امتحان الثانوية العامة هذا المشوار الطويل وتحدياته تحدث عنه علي لرؤية بالإضافة إلى العقبات التي واجهها لأنه المعيل الوحيد لعائلته هي في المرة الـ 11 يعني كان الشعور كثير رائع جدا ما كنت أنا أعرف يعني موعد النتائج ورم علي يعني زميل إلي تمام قال لي النتائج طلعت وافتحها والحمد لله يعني فتحتها أنا لما شفت نتيجتي يعني فعليا فرحة لو توصف أصررت على الحلم وأصررت على الإصرار اللي أنا بديها وعلى الكفاح اللي بديها تمام إني أوصل لأعلى درجات إني خلاص صارت مرة مرتين ثلاثة أربعة يعني كل ما تطلع النتائجر إنه على أبوي وأمي وأشوف نبرة الحزن على وجوههم وهذا أنا حبات أفرحهم وأفرح قلبهم وظليت مصرعني على الإشياء إصراري على التوجيه كامل إنه كنت في شغال يعني عبوابت الجامعة الوردنية وشفت يعني الناس كيف بدرس وكيف يتعلموا وكيف بيجوا وكيف بروح صار عندي طموح إني أدرس توجيهي قدمت في سنة 2016-17 أول دورة كانت إلي على مدة فصلين قدمت فيهم وكان الوضع المادي شوي سيئي يعني لا أقدر لا أروح ملاكز ولا آجي فإنه قدمت وما حلفني الحظ في الدورة هذه وجرت معي إلى مدة أربع دورات واستنفذت حقي وزي ما بتعرف يعني معي للعائلة وفي جاعة الكرة يعني قاعد الوالد عن الشغل وحبيت يعني أني أشتغل وأدرس مع بعض والحمد لله يعني صاحب الشغل يعني مسالم جدا يعني معا يعني ما يقول لي وين طالع وين جاي والحمد لله يعني المشوار اللي أطلعوا مثلا لا يخصم ولا يعمل ولا إيش ويعني هو الوحيد اللي كان يعرف يعني اللي عرف ورن علي يعني الصبح قلنا النتاج تلعات كنت أحب أدرس في المستودع تمام؟ الشغل الأولى أنه أهلي ما يعرفه والشغل الثاني أنا في محيط بيئة زي ما تحكي عدد سكان كبير حصلت معدل 68.8 وكنت يعني حاب طموح من زمان أن ندخل رياضة تدريب رياضي والحمد لله رب العين يعني هذا المعدل مش راح أهلي أن ندخل رياضة في جامعة حكومية تمام؟ وزي ما بتعرف يعني الجامعات الخاصة بدها مصاري كثيرة وأنا مش قدرت والله يعني أن أدخل جامعة خاصة وأشياء زي هي يعني زي ما كفحت في الصرار التوجيه بقدر أكافح في الجامعة في الصرار الجامعة يعني هوني دراس وهوني دراس برضه ودائماً خلي هدفك معين الهدف اللي بدك إياه أنت دائماً لازم توصل له شو ما وجهت من الصعوبات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة